السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات التعليم الفني أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم مدرسة على الهوى أو في بيتنا مدرسة على قناة نصر التعليمية للتعليم الفني إن شاء الله بأمر الله سيكون موضوعنا النهاردة في مادة من مواد الخمس سنوات أو نظام الخمس سنوات في تخصص سابريتا كيف وهي مادة التحكم المنطقي المبرمج مادة بتعتبر من المواد الهمة جدا في أنظمة التبريد ومش بس أنظمة التبريد أنظمة التكييف وتقريبا بدأت تخش في مجالات متعددة على نطاق واسع والمادة إن شاء الله بأمر الله هي امتداد لمادة موجودة في الصف الرابع وكان جزئيات بسيطة منها تم تعرف عليها خلال الصف الثالث في مادة التحكم الكهرباء وإن شاء الله بأمر الله احنا بنخش بقى على طبقات أنظمة التحكم المنطقي المبرمج المستدامة في الصف الخامس واللي حيكون أول حلقة لنا النهاردة إن شاء الله بأمر الله في المادة وهي خاصة بموضوع الدوائر المركبة لو جينا بصينا خلال الدورات اللي موجودة عندي خلال في الصف الرابع تم دراسة أنظمة التحكم في المادة مع دراسة بعض دوائر المركبة اللي هي بوابات الجمع والاختيار المركبة وبوابات الجمع وبوابات الاختيار AND and OR وبوابات النفي ثم بعد بكده بوابات المشتركة اللي هي NOT AND و NOT OR وبوابات المختلفة اللي هي الخاصة واللي تتم دراسة جزئي منها إن شاء الله بأمر الله السنة دي وهي بوابات X OR و X NOR من البوابات اللي عندنا هيكون بداية أول موضوع عندنا في منهجنا السنة دي إن شاء الله بأمر الله وهي الدوائر المركبة كلمة الدوائر المركبة دي معناها إيه؟ معناها أن أنا ممكن أكون ضامن معايا أكتر من بوابة مع بعض يعني ممكن يعني عندي مجموعة من المصارات مجموعة من المصارات ديات ممكن بتضم مجموعة من المفاتيح المفاتيح دي بي إما توصلها مع بعضها توالي أو توازي وممكن تغزي خارج واحد أو خروج متعددة إحنا عارفين أن شغل التحكم في منطق المبرمج في الأساس أي شغلة عندك أنا عايز أتحكم في إيه؟ يبقى ده خارجي طب عن طريق إيه؟ يبقى ده عن طريق الدخل إيه السلوك وإيه الطريقة وإيه الاسلوب اللي أنا هتحكم فيه مربط ما بين الدخل والخارج اللي هو البرنامج بتاعي فبالتالي إحنا عندنا في دارية التحكم موجودة معايا اللي هنشتغل فيها دوائر مركبة يعني إيه دوائر مركبة؟ هي عبارة عن مجموعة من المصارات المصارات دي بتضم مجموعة من المفاتيح المفاتيح دي ممكن تكون مفاتيح مفتوحة نورمال أبن أو مفاتيح مغلقة نورمال كروز متوصلة مفاتيح دي مع بعضها هي إما توازي أو توالي المفاتيح متوصلة مع بعضها توازي أو إيه؟ توالي الجديد هنا في الدوائر المركبة دي إن هي ممكن تخزي خارج واحد أو خروج متعددة خروج متعددة يعني أنا أي دايرة من الدوائر اللي الراجل هيدهين فيه مخطط سلكي مثلا كهرب وهلاقي فيه أكتر من خارج حتوصنف على طول تحت دايرة أو تحت أنظمة الدوائر الجمع والاختيار المركبة تعالوا نبص كده على التعريف اللي أنا اتكلمت معاك وحركوا على إيه دوقتي ننشوف تعريف الدوائر المركبة هبارة عندي عن إيه؟ الدوائر المركبة هي دوائر بتحتوي على عدد من الدخول بنسميها الانبوت بتتصل مع بعضها مكونة مجموعة من المصارات اللي هي موصلة المصارات دي إما متوصلة مع بعضها هي إما توالي أو موصلة مع بعضها توازي وكل المصارات دي في الآخر هي بتغذي خارج واحد أو خروج متعددة خارج واحد أو خروج إيه؟ متعددة عشان كده سميناها بالدوائر المركبة إذا لما ييجي قولي عرف الدوائر المركبة أقول له تحتوي على مجموعة من الدخول انبوت بتتصل مع بعضها مكونة مجموعة من المصارات المصارات دي إما توصلة مع بعضها توالي أو موصلة مع بعضها توازي وممكن تغذي خارج واحد أو تغذي خروج إيه؟ متعددة عشان كده يا جماعة سميناها بالدوائر المركبة هندخل مع بعضه مباشرة على مثال للدوائر المركبة قدامي رسمة زي دي ده مخطط سلكي كهرابي مكون من 3 مفاتيح بيعتبرك 3 مفاتيح كدخل وخارجين 2 احنا عارفين طبعا رموز الدخول يا جماعة كمفاتيح برموز لاب رمز سويتش في المخططات الكهربية ورمز الخارج اللي هو عندك خروج برموز لاب رمز الكنتاكتور أو كي يبقى في عندي هنا خارجين 2 كواحد وكتنين في عندي 3 دخول اللي هو S1 و S2 و S3 وده بيعتبر مصارات مجموعة من مفاتيحها مع بعضها والمفاتيح دي متوصلة مع بعضها توالي فيها منها مفاتيح نورمال اوبن زي المفتاح الاولاني والثالث اللي هو سويتش 1 و سويتش 3 وفيه مفتاح نورمال كلوز زي المفتاح سويتش 2 طيب هو الراجل هنا بيكون عايز ايه معايا في بعض التمارين أو المسائل دي هيطلب مني ده مخطط سلكي كهرابي عايز هنا الرسم السلامي المناظر للمخطط سلكي الكهرابي ده عبارة عن ايه وعايز كمان البرنامج المنطقي اللي بنسميه عندي قائمة التعليمات أو نستركشن لست بهيه برضو هنكتبها ازاي وعايز التمثيل الرمزي أو اللي جيك سيمبل اللي هو بيسميه احنا المخطط رمزي أو الرمز المنطقي ده 3 مصطلحات رايقية للمخطط السلامي أو يقوله احيانا باللغة الانجلزية لادر دياجرام او البرنامج المنطقي اللي بيسموه عندي قائمة التعليمات أو نستركشن لست او التمثيل الرمزي اللي هو بيسموه لوجيك سيمبل لوجيك ايه سيمبل طيب تعالوا نبص كده مع بداية الحل بتاعتي هنبدأ ازاي نحول الدايرة الكهربية ديت لمخطط سلمي او نسميه لادر دياجرام اول خطوة قبل ماعمل عملية التحويل مخطط السلمي قائمة التعليمات اللي اتنين دولار بيتم كتابة الرموز المكدول عليهم يا جماعة برموز البرمجية رموز البرمجية اللي هي رموز الدخل اللي برموز له برمز انبوت اي ورموز الخارج برموز له رموز الخارج اللي هو كوايت كيو اذا انا هاخد اول خطوة عندي انا هعتبر ان السويتش وان ده هو المفتاح اي زيرو وان وسويتش تو ده هو اي زيرو تو وسويتش سري هو اي زيرو سري طب الخارج بتاعي كيوان كيوان هو كيو زيرو وان وكيو تو هو كيو زيرو تو يبقى اول حاجة عشان اعرف حتى اللي انا قدامه لما يجي صح قدامي الفروض اللي انت فرطتها فرطتها لمن? عشان امشي شوف هل البرنامج بتاعك ده مطابق لللي موجود على الرسم الكارابي ولا لأ? بلازم اكتب الاعتبارات. وغالبا ان شاء الله بامر الله في الامتحانات. وده الكلام ده بدأت السياسة تتنظم ان الرموز اللي تم وضع على المخطط السلكي بقت رموز برمجية عشان تكون اجابة جميع الطلاب اجابة واحدة. تمام? مش كل واحد هيبدأ يفرض الفروض اللي هو عايزها وبالتالي هيحصل فيه اختلاف في بعض النمازج الاجابة. طيب نشوف اول خاطوة عندي الرسم السلامة. الرسم السلامة زي ما انشوفوا قدامكم على الشاشة. ده عبارة عن تمثيل بيوضح او طريقة من طرق البرمجة اللي بمثل فيها الدايرة الكهربية واللي بتاخد شكل درجات سلالم. الخطوط الافقية اللي انتوا شايفين الخط الافقي للكهرباء الخط اللي فوق واللي تحت دولت حيتقلبوا يبقوا خطين رأسي. يبقى هنا بحول انا الخطوط الافقية لخطوط رأسية. طب الخط الرأسي الاولاني ده حيتم تحويله الخط افقي. تم تحويله الخط ايه? افق. الخط الرأسي فيه تلات مفاتيح الاولاني ده. على نفس الخط سويتش تو على نفس الخط سويتش سري. وفي النهاية بيختم به الخارج اللي هو كواحد. طب رمز المفتاح النورم القبن بياخد اللي هم الخطين اللي هن شايفينهم ده كده. وبين المفرغ ده. يبقى ده رمز المفتاح. واسمه احنا فرضت اسمه. اي زيرو ون. طب المفتاح التاني بيبقى هو كمان معاه على نفس الخط اي زيرو تو. بس عشان ده فانا بعمل فيه الشرطة الميلة اللي انتوا شايفينها دي. المفتاح التالت اللي هو سويتش سري اللي رمزتله برمز اي زيرو تلاتة. تمام? وبرده خطين وهو عشان ما نورم اوبن فعملته بالشكل ده. مد معاه على نفس الخط كده هتلاقي فيه الخارج واحد كي واحد. والخارج بيرسم بشكل قوس. وبكتبه هنا الكي واحد انا فرضت اسمه كيو زيرو زيرو. طب والخارج كي اتنين انا فرضت اسمه كيو زيرو ايه? كيو زيرو واحد. يبقى الرسم السلامي بتاعي. انا باخد الخط الاولاني فيه تلات مفاتيح وخرج. وبعد التلات مفاتيح فيه تفرع خط هوت. فيه بعد التلات مفاتيح تفرع خط في سطر تاني وحطيت عليه خارج تاني اللي هو كي اتنين اللي هو اسمه كيو زيرو كام كيه 0-1 يبقى ده أول حاجة عندي اللي هو الرسم السلامي أو حينها بسميه اللادر دايجرام لو رجعنا كنا الطلب التاني من الطلبات اللي كانت موجودة معايا وهو قيم التعليمات instruction list قيم التعليمات دايما عندي 3 أعمدة كم عمود 3 أعمدة العمود الأولاني يمثل عنوان الادرس التاعي وده عنوان كل سطر من اللصر اللي بكتبها في البرنامج يعني السطر الأولاني الترقيم بتاعه 0-0-0 السطر التاني 0-0-1 0-0-2 فأنا بكتب أول واحد وبعد ما بخلص قيم التعليمات بالكامل باخد الترقيم بالتوالي بعد كده من مباشرتك يعني 0-0-0 0-0-1 0-0-2 وهكذا طيب العمود التاني بيمثل عندي التعليمات مثل ايه التعليمات والتعليمات زي بداية أي تحميل أو أي برنامج ببدأ أقول لله تحمل خلاص طب أنا هقول العلاقة اللي بتربط المفاتيح مع بعضها مثلا لو أقول مثلا عندي أو أور خلاص طيب يبقى هو بطل على ناتج يساوي طب والمعطيات العمود التالت العمود التالت يمر يمثل الرموز بتاعة الدخول اللي عندي والخروج ولو فيه رموز للطايمارات أو فيه رموز لأي وحدة من وحدات القياس هيتم إدراكها في العمود التالت اللي هو المعطيات إذن الجدول ده اللي بسميه قايم التعليمات أو حسنين بسموه جدول ايه التعليمات Instruction list تعال نشوف في بدايتي أنا النهاردة مش أنا كنت تفرضت إني ده I0 فأنا بداية الخط الأولاني بقول Lood حمل حمل مين المفتاح الأولاني ده اسمه إيه I0 طب المفتاح الأولاني I0 ده علاقته إيه مع التاني مش توالي وتوالي يعني and خلاص بس ده المفتاح ده منفي فعشان كده قلت إيه and not and مين and not المفتاح التاني اللي هو I0 يبقى حمل I0 1 and not I0 A2 ده كمان فيه كمان مفتاح وبرضو معهم على نفس الخط وتوالي يبقى يرجعوا التاني and I0 طب حيساوي ساوي طلع النهاتج بقى بتاع الخارج ده الخارج ده اللي هو أنا فرضته نسمه Q0 يبقى يساوي Q0 ولو لاحظتم حاجة في الدائرة اللي فاتت دي برضو كده معنا إن المخاط قيمة التعليمات ديت إن الخارج K2 في نفس الطريقة طالع في نفس الخطوة يعني أنا لو مثلا يا جماعة عندي مفتاح المفتاح ده بيشغل نجفة وبيشغل لمبة لما بيشغل المفتاح بتجع المفتاح بيشغل النجفة وبيشغل اللمبة إذن هنا بعد نقطة التقاطع دي ما فيش أي مفاتيح عندي هنا فبالتالي ممكن أقول إن التلات مفاتيح دولت بيساوي الخارج ده وبيساوي في نفس الوقت الخارج التاني يبقى بعد ما حملت هنا قلت بيساوي Q0 وبتساوي Q0 إنما لو فيه أي مفاتيح بعد نقطة التقاطع هنا هنا أو هنا لا مش هيبقى يبقى كل واحد خارج هبقى مستقل باتجاهات الدخول بتاعته واشوف الرابط بتاعته هيتم اعمل ازاي في امثالها نقول لها لاحقا ان شاء الله اذا قيمة التعليمات لما اجا اقول قيمة التعليمات بتاع مخطط سلك الكارابي زي ده كده هقول لوت I01 AND NOT I02 AND I03 تساوي الخارج اللي هو K00 وتساوي الخارج التاني اللي هو K0A K01 مراعات ونأكد على الكلام ده الرموز اللي بتكتب في قائمة التعليمات ورموز برمجية يعني بتكون الدخل بتاعك برمز I والخارج Q الموجودة عندي رموز اللي بتكتب على الرسم السلكي الكهرابي قد تكون رموز كهربية switch أو K أو رموز برمجية برضو I و Q تمام تعال نشوف المطلوب التالت الراجل كان طالبه مننا وهو المخطط رمزي أو الرمز المنطقي لو لاحظتم في الدائرة اللي فاتت لما بجرسم اي مخطط رمزي بجر بص هنا لدائرة بقول حمل حمل مين I 0 1 فانا هاقوم معي واخد خط مفتاح وهسميه I 0 1 ثم العلاقة هنا ايه AND يبقى انا هتطر كده بعد كده ام متكع على مربع المربع دوت واقوم رسم فيه رمز بوابة AND واللي تعرفنا على الرموز بالخاصة ببوابة AND يا جماعة خلال الصف الرابع عندي طيب بقوم رسم هادي المربع هاوات أو المستطيل بتاعي تمام واقوم عامل فيه علامة AND وهده المفتاح الاولان اللي هو I 0 1 احنا قلنا هنا AND NOT I 0 2 يبقى قوم عامل كمان مفتاح I 0 2 واكتب عليه I 0 2 بس عشان هو قال لي منفي فبعمل هنا دائرة مفرغة كده خلاص ديت علامة او رمز بيدل على العملية النافي طيب وكمان قال AND I 0 3 يبقى نفس البوابة AND I 0 3 لما يجي غير من بوابة AND البوابة تانية حتطر رسم بوابة تانية انما هو ما زال لسه بيتكلم كله AND مع بعضه يبقى AND I 0 3 طيب قال لي بعد كده بيساوي بيساوي مين الخارج Q 0 0 تمام؟ وبيساوي كمان خارجي تاني Q 0 1 قال لي معنى كده البوابة بتاحت دي حيطلع منها خارجين لا انا هرفنا قبل كده جماعة في الصف الرابع ان بوابة AND او بوابة OR تشتمل على دخلين في اكثر وخارج واحد اذا اللازم اللي يطلع من البوابة هو خارج واحد مش اكتر من خارج طب انا هعمل ايه هتطلع برضو خط واحد واخد منه تفريعة تانية كده ويسميها Q 0 1 اذا ما بصش هلاقي الخطأ بعض الناس تطلع تطلع خطه وتكتب عليه Q 0 0 وخطت كمان تاني وتكتب عليه Q 0 1 لا هو خط واحد بيطلع واعمل منه تفريعة للخارج التاني يبقى البوابة دي عبارة عن بوابة AND تلات مداخل تمام؟ فيهم احد الدخول منفي اللي هو المفتاح اللي في النص وبتخرجين اتنين والخارجين للتنين يا جماعة بيتم تشغيلهم مع بعض ده مثال من الامثالة الموجودة عندي على الدوائر المركبة تعالوا نشوف كمان مثال تاني من المثالة الموجودة عندنا ده مثال برضو بيبقى عندي دائرة تحكم كهربية هيت عبارة عن تلات مفاتيح ولكن التلات مفاتيح مش بيتحكمهم التلاتة في الخارجين في نفس الوقت لا في مفتاحين بس اللي هو S Z S 1 و S 2 دول بيتحكمهم في الخارج الأولين لو بسطوا المصاري التاريخ كهربي كده جاي من فوق هوت هيمر خلال S 1 وال S 2 يمر طوالي لحد مين كواحد إذن S 1 و S 2 لو أنا ضغطت على المفاتيح دي هتشتغل الطياري كهربية عدي لكواحد طب كيه 2 هيشتغل لا لأن الطياري هيجي لحد هنا كده ويقف لحد S 3 الدائرة دي مفتوحة مش هيشتغل إذن هنا عشان أشغل الخارج الأولاني بضغط على المفتاح S 1 و S 2 طب لو أنا محتاج كمان أشغل الخارج التاني لازم كمان أشتغل ضغط على المفتاح S 3 إذن هضغط على الثلاث مفاتيح ما أنت ضغطت قبل كده على S 1 و S 2 واللي شغلهم K 1 شغلهم مين K 1 فأنت بس محتاج تضغط على مين على S 3 يعني شغل كمان K 2 شرط أساسي يا جماعة في الدائرة اللي قدامنا دي بس إن عشان يشتغل K 2 لازم يكون كواحد شغال ليه لأن المفتاحين مشتركين هنا وهنا وطالما مشتركين هنا وهنا يا جماعة يبقى شرط أساسي لتشغيل الخارج K 2 إن يكون كواحد شغال ودي الأصول البرمجية يعني في بعض الناس تيجي تحل بعض المسألة دي ويجي حلا يقول لي إيه يقول حمل المفتاح مثلا S 1 ده توالي مع المفتاح S 2 خلاص بيسوي الخارج الأولاني وممكن يرجع يقول لك إيه طب حمل المفتاح S 1 مع المفتاح S 2 توالي مع المفتاح S 3 بيسوي الخارج الثاني طب ليه النهاردة أصول البرمجة إن أنا أقلل عدد الخطوات اللي بيتم كتابتها في البرنامج هو الطرطين صح ولكن الصح والأصح اللي احنا بنتكلم عليه إن يكون المفتاح الأولاني اللي هو S 1 توالي مع المفتاح الثاني بيسوي الخارج K 1 ولما أجي أشغل أدور على الخارج K 2 يبقى أقول المفتاح الثالث اللي هو S 3 توالي مع المفتاح اللي هو K 1 بيتسوي الخارج K 2 على أساس إنه ممكن أشير المفتاحين دولت وحطوا مكانهم مين K 1 يبقى هنا التوالي جاي K 1 توالي مع S 3 بتسوي K 2 طيب تعالي نشوف المطالب اللي ما هو الراجل جاي بطلبها عندي هنا طالب إيه عايز المخطط الرمز للدائرة السلكية اللي موجودة معايا وعايز المخطط السلامي وعايز البرنامج المنطقي للدائرة المركابة عندي والموضحة في رسم السلامي دايماً ببدأ حتى شغلي برسم السلامي اسهل حاجة وممكن بجمع عليه درجات ما هو شرطه ما بيخدش مني وقت طيب بالتالي أنا النهاردة لما باجي أشتغل معه على الدوار دي ببدأ أركز إن أنا أقول هنا عندي الدائرة بتاعتي أنا هبدأ رسم السلامي هبدأ أحاول الدائرة هذه مثلاً عندي في رمز منطقي ببدأ أعمل رمز منطقي بعد قيمة التعليمات لأن أنا بمشي على تسلسل الخطوات لأن كل دي يا جماعة هي أساليب برمجة واحد يعني الرسم الكهرابي اللي قدامي ده ده أسلوب من أساليب البرمجة بالمخططات الكهربية ممكن أسلوب تاني من أساليب البرمجة إن أنا باستخدم فيها رسم السلم اللي اللي قدر دايجرام في سلوب تاني في سلوب تالت قائمة التعليمات في ناس بقى بتوضح بعض النوء التانية انه بيحطوا حاجة اسمها ترصيب الجدول الاحتمالات وده هنشوفوا في بعض المسائل ان شاء الله المسائل اللي في موضوعات قادمة ترصيب الجدول الاحتمالات تمام؟ في حاجة اسمها معادلة البولية خلاص اذا في عندي انظمة طرق برمجة كتير وبه في حاجات انا بستخدمها ولكن في خلال الدوائر المركبة احنا بنكتفي بعض الاجزاء زي من الطرق البرمجة زي اشهرهم اللي والله ده دايجرام الرسم السلامي وقيمة التعليمات والمخطط الرمزي او الرمز المنطقي اللي هو بسميه طيب تعالوا نشوف في المسال التاني نبدأ نحل ونشوف ازاي نحول الدايرة الكهربية اللي انا وضحناها من شوية على الشاشة ازاي نحولها معايا الى رسم السلامي لو جينا بصنا كده مع بعض اول جزء عندي هوت لقلنا كالعادة لازم افرض الفروض بتاعتي انا الرسم السلامي بيستخدم رمز برمجة يبقى اقوله بفرض ان S1 I01 و S2 I02 و S3 I0 A3 طيب الخارج الاولاني Q1 هو Q01 والخارج التاني Q02 يفضل دايما واحنا بنشتغل ان افرض الرمز بنفس الترقيم اللي موجود على الدايرة الكهربية بحيث ان انا ملغبطش نفسي يعني S1 يبقى I01 S2 I02 كان مكتوب لك مثلا S0 وتبقى I0 0 يبقى الخارج K1 يبقى كتبه Q01 مثلا واحد ولكن دايما عندنا الخروج لما بنرمز له برمز كارابية يا K1 يا K2 فانا ممكن استخدمه Q0 0 و Q01 اهو استخدم برضه Q01 و Q02 يبقى قدامنا هنا على الشاشة اهو طيب ان انا بقول دلوقتي هفرض المفاتيح الدخول بتاعتي اللي هو SZ S1 و S2 و S3 بالتلات رمز زيما احنا وضحنا كده و K1 و K2 اللي هم الخارج ب Q01 و Q0 K2 بص على رسم السلامي بتاعي قلنا الخطين القفقوا في الرسم الكهرابي دولت هيتم تحولهم لخطين رأسي خطين ايه؟ رأسي اول خط فيه مفتاحين متصلين مع بعض على خط واحد توالي فقمت جاي كده قالي بالخط الرأسي ده بقى خطه افقي تمام؟ بقى المفتاح الاولاني اللي هو I01 ده مفتوح فما حطتش فيه شرطة ميلة المفتاح التاني اللي هو S2 سميته I02 برضو نرم القبن مفتوح فبرضو مفيش شرطة ميلة بعد كده مدت الخط طلع الخارج K1 K1 دوت اعمله في شكل قوس وانا فرضته في الخط واللي فاتت اللي واسمه KZ0 I01 طيب انا كده خط الخط الاولاني الخط التاني دوت متفرع بعد مرور مفتاحين اتنين بالظبط فيه تفريعة تانية جاءت هيت في الطرف اللي شايفنا يعني بعد ما عديت المفتاحين قمت واخد تفريعة تانية ده خط افقي اتقلب رأسي تخليب ايه؟ رأسي تمام قولي ده خط رأس هيتقلب ايه يا جماعة كده؟ افق الخط اللي افق الرأس ده اللي هو قلبنا افق عليه مفتاح كمان S3 وانت عامل هنا مفتاح Normal Open وسميته I03 بعد كده طلع الخارج التاني اللي هو اسمه Q02 ادي Q02 وانت طلع الخط اللي عنه اذا انا حولت دلوقت الرسم الكهربي الى رسم ايه؟ سلامة الرموز اللي موجودة عندي والحروف اللي بتكتب عليه كلها حروف برمجية اللي هو بال-I وال-A وال-Q طيب نشوف الطلب التاني من الطلبات اللي موجودة عندي في تحويل المخطط الكهربي ده وهو قيمة التعليمات Instruction List قيمة التعليمات زي ما احنا تعودنا قلنا عنوان تعليمات معطيات عنوان بتاعي بيبقى ترقيم متتالي بيبدأ من 0000 لحد خطوات عدد خطوات اللي احنا بنكتب التاني قيمة التعليمات دايما في بداية اي سطر بداية اي سطر برمجة انا ببدأ بكلمة load بكلمة ايه load بس شرط يكون سطر انتهى بخرج يعني احنا افترض دلوقتي هبدأ سطر تاني خلاص بس بخرج تاني يبقى ببدأ load من تاني يبقى انا هنه هبدأ معي خط الاولين اهو هقول ايه load load من المفتاح الاولين انا فرضته اسمه I01 علقته ايه مع I02 توالي التوالي من اديها رمز and يبقى and I02 من 2 اما مشي كده قبلت الخارج طالما وصلت الخارج يبقى لازم اطلع تساوي اطلع ناتي يبقى قلت تساوي الخارج Q0 ايه Q0 واحد قمت عندي خلصت الطريق الاولاني تمام جت بقى على الطريق التاني الطريق التاني فيه مفتاحين هما تقولنا توالي ومعهم كمان مفتاح بتساوي الخارج هل يطار حرج عقول تاني حمل ده and ده and ده بتساوي ده يعني حمل I01 and I02 and I03 بتساوي اللي هو Q0 اتنين لا لو بسطت هنا اللي انا قلتهم دول اربع خطوات انما لو انا كنت قلت دلوقتي هحمل هنا I03 انا ببدأ بالسويتش الاول واشيل دول وحطوا مكانهم اللي هو Q1 اللي هو كنا اسمينه Q0 واحد يبقى هول ده هتحمل I03 and I0 مين اللي هو Q0 واحد هتساوي الخارج التاني اللي هو Q0 اتنين يبقى انا هنا بدل ما عملت اربع خطوات لا ده انا عملتهم تلات خطوات بس تلات ايه خطوات بس وده الاصول البرمجية جماعة ان انا قلل هنا عدد الخطوات اللي بيتم اكتبها في قائمة التعليمات عشان دي لها علاقة بالذاكرة ولها علاقة بسعر الجهاز والتكلفة بتاعة الجهاز يبقى لما يلاقي بالشكل ده كده اوتوماتيك اخد الخط اللي بيبقى فيه عدد ما فتح اقل اللي ابدأ به حتى لو كان هو الخط التاني يعني احمل I0 واحد and I0 اتنين بتساوي Q0 واحد بعد كده هحمل I03 and Q0 واحد بتساوي Q0 اتنين تمام ببدأ اكمل للطرقين بتاعي Q0 واحد Q0 زيرو مسا واحد 002 003 الحد من ايه اخر خطوة وبقفل الجدول بتاعي بالشكل المنظم اللي انتوا شايفينه ده كده واسمي ده قائمة التعليمات او سموها حينا جدول التعليمات اللي عندي طيب شوف الطلب التاني من الطلبات اللي موجودة معايا وهو المخطط الرمز او رمز المنطق في الحالة دي يا جماعة هنا العملية بقى هتختلف ليه لو بصت هنا انت هنا حملت هنا قلت في قائمة التعليمات اللي اشتغلنا عليها من شوية حملت المفتاح الاولاني حملت I0 واحد وامت امان عيه جاي بخط كده اللي هو عندي الرموز البرمجية خلي بالكم المخطط الرمز الممكن اشتغل عليه برموز كهربية ورموز برمجية يعني الرمز الاولاني ده كان اللي هو S1 تمام يبقى انا قمت واخد خط اسمه S1 وبعد كده قلت مين and وامتراسم هنا مستطيل وامتعمل في رمز علامة الand and مين I0 ادت واثنين وامتراسم الخط بتاعي ده جده وسميته S2 تساوي تساوي يعني خارج هام طلع خارج اسمه ايه Q0 واحد اللي هو K ايه K واحد اللي هو مين يا جماعة K واحد حمل من جديد حمل من جديد يبقى دي بوابة جديدة بوابة ايه بوابة جديدة يعني حتى بالرغم ان اللي فوق دي and واللي تحت and تقوليش رسمتهم حاجة واحدة لا انت بدأت تحميل جديد يبقى دي بوابة جديدة بس لما جرسم البوابة دي بقى في قواعد عندك اجا اقرأ الجزية دي الاول هقول حمل I0 3 and Q0 واحد لا في حاجة من اللي انا قلتهم دولة استمي خرج اشتغلت قبل كده اه Q0 واحد تمام اشتغلت قبل كده كانت طالعة قبل كده كخارج اذا لما جرسم الرمز المنطقي بتاع البوابة دي اعمله اسفل الرمز المنطقي بتاع البوابة اللي فوق ما اعملوش جنبه ليه عشان يبقى فيه عملية تنسيقية وهواريكو الكلام ده زي دلوقت قمت جاي رسم تحت كده بوابة end انت قلتلي مين بقى S3 قمت رسم S3 قلتلي end Q0 واحد end Q0 واحد بقى ما ياخدش الخارج من هنا من نهايته لا هاخد تفريعة منه لانه هيعتبر كدخل بالنسبة لبوابة التانية فياخد تفريعة من دك لا تخدش اللي هي المفروض Q0 كام واحد عشان يساوي طالما قلت يساوي يبقى خارج البوابة كده اللي هو مين K2 Q0 2 اللي هو K2 يبقى في بداية هنا لما اجي حول ده لمخطط رمزي انا ببدأ بقول بمشي مع قائمة التعليمات حمل I0 واحد قمت خط خط وممكن اكتبعي I0 واحد او S1 قلتلي end قمت جاي رسم مستطيل وانه عمل فيه رمز بوابة end end مين S2 يبقى معامل المفتاح التاني واحد او Q1 طالما اخر جسم Q0 واحد او Q1 قلت حمل من جديد بدي بوابة جديدة منفاصلة او رمز منطقي منفاصل تمام بس الرمز هل مرتبط باللي قبله بحاجة ابص الاول عليهم لو ما كانش مرتبط كنت هرسمه جنبه رسمه ايه جنبه طب لو مرتبط حالس بحاجة يعني فيه Q1 هيا Q0 واحد استخدمت قبل كده يبقى انا هرسمه تحته تمام وانت جاي بغاية S3 ادي حعمل S03 وهذا S3 and وانت عمل رمز الand Q0 واحد وانت واخد تفيع من الخارج التاني ده كده وانت مطلع الخارج اللي هو خارج التاني اللي هو Q0 اتنين اللي هو K2 تمام وكده ان احنا لو جينا بصنا مع بعض ان حنكون ان شاء الله بخلصنا موضوع الدوائر مركبة وان شاء الله بأمر الله حيشوف في جزئية تانية اسلوب من اساليب البرمجة اللي بنشتغل عليها في دوائر بالتحكم بتاعتنا المنطقية المبرمجة وهو اسلوب يسمى اسلوب المسجلات او ماركرز اسلوب المسجلات يا جماعة اسلوب من الاساليب اللي بستخدمها كل ما بتجبر معايا الدايرة وبيزيد عدد المفاتيح ويزيد عدد الخروج بتاعتها يعني احنا النهاردة لما يكون عندي عملية ضرب او عملية جمع خلاص ممكن لو عملية بسطة بنخلص اذا لو عندي معادلة بقى فيها كذا حد بضطر ان انا كنت الزمان في الالات الحاسبة القديمة ان انا كنت اخلص جزئية وخزنها وارجع اخلص جزئية تانية وخزنها وجزئية تالتة وخزنها وارجع اخذ المتخزن بتاع الجزئية الاولى وجزئية تانية وجزئية تالتة خلاص مع بعض عشان اطلع على ناتج النهائي احنا كمان هنستخدم الكلام ده الكلام ده بنستخدمه مش بس كده على المستوى الرياضي ولا كلام ده لا ده إحنا كمان بنستخدمه بشكل كبير يا جماعة عن أطاق العمليات الصناعية يعني أنا النهاردة لو عندي منظومة تحكم ولأي سبب من الأسباب تم فصل الطائرة الكهرابي عندي الكهرابة النهاردة لو قطعت هل منظومة التحكم دي هرجع تفصل وتجيب البرنامج من جديد أو تنفس الشغل الموجود عندي من جديد؟ لا طبعا المفترض أنه النهاردة بحتفظ بالبيانات اللي تم إنجازه يعني العمل مثلا عندي مثلا قطع من المعدن دخلت مخرطة مخرطة مثلا مرت بمرحلتين أو تلاتة هيرجع يجيب من جديد أو ورقة دخلت الطبعة الطبعة كربة فصلت هيرجع يجيب البرنامج من جديد؟ لا مفترض أنه بيحتفظ بالبيانات بالجزء اللي نفزه عشان يرجع يكمل عليه يرجع يكمل إيه عليه؟ وبالتالي المسجلات اللي نشتغل عليها بسموها خاصية التخزين أو دلة التخزين ماركرز خلاص دي أداء من أدوات التخزين المؤقت أو الدائم للبيانات والمعلومات يبقى أنا النهاردة أداء بنستخدمها في البرنامج بتاعي لأن ده اسمه تحكم منطقي مبرمج مبرمج يعني الزاكرة بتاعته قبل البرمجة ممكن نضف لها بيانات وعدل فيها بيانات زي ما نعايز تمام؟ وبالتالي البيانات اللي موجودة عندي ممكن هنا أخزن جزء واستخدمه لاحقا في جزئية تانية إذن لما تقولي يعني إيه مسجلات؟ أقولك أداء من أدوات التحكم خلاص اللي بتستخدم في عملية التخزين المؤقت أو الدائم للبيانات والمعلومات اللي موجودة عندنا طب أنت عشان نهاردة تخزن البيانات والمعلومات أنت بتقولي الوقت إيه؟ الدائم مؤقت أو الدائم يعني فيه حاجات ممكن نحطها في زاكرة الرام دي بيانات مؤقتة وفيه حاجات بيحطها في الروم في الروم دي زاكرة دائمة غير قبلة للتعديل خلينا من قبل طبعا مين؟ الشركة المصنعة للوحدة إذن فيه ممكن هنا بيانات قبلة للتعديل وبيانات غير قبلة للتعديل البيانات القابلة للتعديل هيتم تخزينها في زاكرة الرام زاكرة الموقعة والبيانات الغير قابلة للتعديل هيتم تخزينها في زاكرة الروم اللي هي الزاكرة الدائمة تمام؟ طيب لو احنا ضربنا مثال مثلا عندي في منظومة التحكم اسلوب البرمجة والشغل الموجودة عندي في جهاز البيالي سي ان المفترض النهاردة اللي هو فردن كنت بشتغل منظومة وبعدين جات الكهرباء فصلت او وضع الجهاز بقى وضع اوف لا اي سبب من اسباب وجه المنظومة جات الكهرباء تاني هل المبرمج بيكون مدي خيارات معينة؟ اه طبعا عندنا عدة خيارات ممكن النهاردة لو الكهرباء مثلا فصلت لفترة ثم عودة تاني البرنامج فيها عندي حاجة اسمها restart normal restart مين؟ normal وفيه restart stop يبقى لو انت عملت اعادة التشغيل على الوضع normal او restart stop normal هو بيحتفظ بالبيانات اللي مر بيها تمام؟ وبعد كده لما الكهرباء بتيجي بعدها بسانيتين بيعيد تشغيل منظومة التحكم مرة تانية من حيث من المنطقة اللي كان واقف فيه بحيث المنظومة بيكمل على الجزء اللي كان اشتغله قبل كده وده ما يكون يكون مناسب لبعض منظومات التحكم اللي عندنا انما في بعض منظومات التحكم من منطقة المبرمجة التانية ما بيكونش الموضوع ده مناسب له يعني ان اليهاردة لو كهرباء قطعت ورجعت تاني هلأ انا برجع شغل منظومة اوتوماتيكية لا انا مش عايزك تشغلها خالص الا لو انا شغلتها وده المنظومة اسمها restart stop او خيار اسمه restart stop restart stop انا كنت في البيت كنت بتفرجع مثلا على التلفزيون جات التلفزيون مثلا الكهرباء قطعت امتي سايب مثلا الشقة وامتي ماشي الكهرباء لو رجعت مثلا الكهرباء جات تاني وانا برا شغلت تاني التلفزيون شغال حد ما اجي لا ده مش مناسب له المفروض ما يشتغلش ان لما ما نرجع واشغاله من تاني فهو restart stop ممكن يكون مناسب لذا restart stop ده خيار من ضمن الخيارات اعادة التشغيل مش هيتم تشغيل منظومة التحكم مرة تانية الا عن طريق جهاز البرمجة اليدوي اللو مستخدم نفسه لاعادة تشغيل المنظومة حتى لو كهرباء جات تاني عندي اذا انت نهار ده ممكن في مواعدة منظومات تحكم لو بسطوا للخيار الاولاني اللو restart normal اللي منظومة تم اعادة تشغيلها بعد وصوله طيار الكهرباء بسانيتين تمام والطيار الكهرباء لما وصل بعدها بسانيتين تم تشغيل منظومة من حيث موقف هنا استخدم دلة التخزين لانه احتفظ بالبيانات اللي كانت موجودة قبل كده في المرة التانية لا هو محتفظ هو مسح كل البيانات اللي كانت موجودة عشان هيبدأ المنظومة من جديد خالص طالما ان انت لازم انت تشغله من جديد خلاص يبقى المنظومة موجودة معين طيب تعالوا نشوف اللي احنا اتكلمنا عليهم دولة يا جماعة ونشوف يعني ايه مسجلات وتعريف المسجلات في المصطلح عندنا على الشاشة والمصطلح المسجلات اللي هو عبارة عندي عن ونقول مع بعض كده اللي هو ادالة تخزين او الاحتفاظ المؤقت او الدائم للبيانات يبقى انا مقودة ادالة تخزين او الاحتفاظ المؤقت او الدائم لمين للبيانات والتعليمات حيث ان القيم المخزنة في بعض منها يمكن تغييرها بنقل قيم جديدة كلمة تغييرها يعني ببرمجها من تاني تمام بقيم ايه جديدة وبعض تاني لا تتغير القيم المخزنة بيه فاكرين لأقولتكم الاحتفاظ المؤقت زي ما بأحتفاظ فيه في الرام فدي ممكن أعدل فيها أو أغير في قيمته أو الاحتفاظ الدائم خلاص زي ما بأحفاظ في الروم وده لا يمكن تغيير القيم المخزنة بها إذن ممكن يجيب لي كده سؤال ويقول لي ما المقصود بالمسجلات أو ما المقصود بخاصية التخزين أقول له هي أداة للتخزين أو الاحتفاظ المؤقت أو الدائم للبيانات والتعليمات حيث أن القيم المخزنة في بعض منها يمكن تغييرها خلاص إلى قيم جديدة والبعض الآخر لا تتغير القيم المخزنة إيه بها تمام طيب المثال اللي ضربناه مع بعض لو أنا حبيت أن أستخدم المسجلات بتاعتي في حالة انقطاع مصدر القدرة الكهربية يعني هيبقى وضع الوحدة عندي أف طيب والكلام ده لو لاحظة حتى وبعد كده الكهرباء جات تاني بقى وضعها مرة تانية إيه أون المفروض المبرمج بيكون زابط الجهاز بتاعه يعني الصانع عادة ما بيعطي المبرمج عدة خيارات تمام عنده عادة تجهيل اللي هو بيسمى عندي الإيه ريستارتنج الخيار الأولاني لو بصينا نختار المبرمج اللي خيار الأولاني بيسموه عندي بقى ريستارت ستوب ريستارت مين؟ ستوب ريستارت ستوب لو حصل انقطاع للطيار الكهرابي ثم عاد الطيار الكهرابي منظومة التحكم مش هتبدأ التجهيل أوتوماتيكيا ولكن هتبدأ التجهيل عن طريق جهاز البرمجة الإيه؟ اليدوي وزي ما قلتكم ممكن يكون الكلام ده مناسب لبعض منظومات التحكم إنما الخيار التاني بقى لو انا اختارت على ريستارت نورمل ريستارت نورمل ممكن ان تكون منظومة التحكم هنا هتبدأ التجهيل أوتوماتيكيا بس انت بقى بعدما الطيار بيستقر بعد عودة مثلا مصدر الطيار أو مصدر القدرة بتاعتب سانيتين تقريبا حيث بتعيد المسجلات بقى ما هو الكلام ده ايه؟ انت احتفصت بالبيانات والمعلومات قبل كده لما كربها قطعت بتعيد المسجلات التشغيل من حيث وضع التوقف يعني المكان اللي انا وقفت فيه على الشغلة بتاعتي بيبدأ يكمل المنظومة بتاعتي مين اللي الكلام ده بقى؟ المسجلات هي بالتانية محتفظة بقى بالبيانات والايه؟ والتعليمات الموجودة عندي تمام؟ هناخد بعض التمارين اللي موجودة عندي على المسجلات واستخدام المسجلات في البرمجة عندي تعالوا نبص كده على الجزئية الاولانية اول جزء من الدائرة المسجل الاولاني قدامك ده لو بصوتوا دائرة التحكم مخطط سلك كهرابي لدائرة التحكم فيها ست مفاتيح اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة واكس اربعة واكس اخمسة واكس ستة دول كلهم مفاتيح داخل تمام؟ مع بعض وفيها خارج واحد اللي هو كين؟ تمام؟ هل ممكن تيجي تقول لي دي ممكن تمشي دائرة مركبة ممكن تمشي دائرة مركبة تمام؟ دائرة مركبة ليه؟ ما هي بتشتمل على مجموعة من المسارات وكل ما صار في مجموعة من الدخول والدخول دي متوصلة مع بعضها توالي او موصلة يا جماعة ايه؟ توازي بس لو لاحظتم هناك في الدوائق المركبة كنا ما قول ممكن تغزي خارج واحد او خروج متعددة هنا معايا خارج واحد بس خارج واحد ايه؟ بس طب انا لو مجا اشتغل على الدوار دي كنا خادنا في صف الرابع بوابات اند بس او بوابات اور بس انما لما اعمل بقى خليط خليط من بوابات اند وور مع بعض يعني لو لاحظتم كده معايا عشان اصف الدائرة دي واشتغل فيها المفتاح اكس واحد واكس اتنين مع بعض اند توالي طب اكس ثلاثة واكس اربعة توالي اند وخمسة وستة توالي اند اذا كل مجموعة رأسية دي كده مع بعضهم ايه؟ يمثل بوابة اند طب انا الوقت نقلت من الخط الاولي هنقل الخط لقصاده خلاص؟ لا ده انت كده اور اذا لو جيت خط خارج بتاع المؤقت بتاع اكس اربعة مع بعض وحيبقوا الخارج بتاعهم اور مع بعض اذا هنا لو انت خط الوضع الرأسي انت بتمثل بوابة اند وعشان تخدهم الوضع الافقي هتمثل بوابة اور اللي معنى كده ان عندك اند وور في البوابة فلازم اصفي واحد فيهم الاول اصفي واحد فيهم الاول زي ما قلتوكوا عندي معادلة كبيرة والمعادلة دي هتفيها مجموعة اقواس كل قص فيه مجموعة من العلاقات اصفي اللي جوه الاقواس الاول وارجع اخد النواتج بتاعت كل قص وخلصهم الناتج بتاع واطلع الناتج النهائي بقى لو جينا بصنا هنا كده عندي الدايرة دي فيه هنا مفتاح اس اكس واحد واس اتنين دول توالي وثلاثة واربعة دول توالي اند وخمسة وستة دول ايه توالي انا هنا هعملي بقى انا هعملي عملية تخزين مؤقت يعني انا هفرض المفتاح ده لما اخدوا توالي مع المفتاح ده انه يطلع خارج مؤقت مش الخارج النهائي ده لا خارج مؤقت اسمه ماركرز الام وهتديله ترقيم وليكن اسمه امي زيرو زيرو واخد المفتاحين دول توالي برضو مع بعض بيسوي خارج مؤقت اسمه امي زيرو واحد والمفتاحين اللي هم خمسة وستة دول مع بعض وده بيسوي خارج مؤقت اسمه امي زيرو اتنين وارجع بقى اخد الامي زيرو زيرو مع امي زيرو واحد دول توازي يبقى امي زيرو واحد مع امي زيرو اتنين ده توازي مع M02 توازي عشان اطلع على الناتج النهائي اللي هو الخارج النهائي تعالوا نشوف كده مع بعض احنا بليعمل ايه في الدوار دي والشغل بتاعنا كالعادة اول خط قلنا بنفرض الرموز اللي موجودة عندك على مخطط السلك الكهرباء اي ان كانت هي X S Y اي الرموز بفرضها الرموز برمجية عشان اوحد الشغل بتاعي يعني هفرض ان X1 بتساوي A01 X2 A02 X3 A03 X4 A04 خلاص X5 A05 X6 A06 طب وعنده كم خارج خارج واحد كواح هفرضه يا جماعة Q0 A Q0 A بعد ما بافرض الكلام ده انا هنا في الشغل بتاعي المسجلات بالذات اغيرها غير اي انظمة برمجة انا هبدأ شغلي بقيمة التعليمات لان انا لو امشتغل قيمة التعليمات هعمل بناء عليها رسم السلامي المطابق لقيمة التعليمات يعني عندي هنا رسم السلامي ممكن اتعمل بطريقتين اتنين بالطريقة العادية التقليدية ان انا باعتبر اكني بقلب الدايرة الكهربية ديت يعني الخطوط الافقية ديت بتبقى خطوط رأسية والرأسية بتبقى وفقية وحول شكل المفاتيح للشكل اللي احنا شفناه في الامثلة اللي فاتت والخارج لشكل القوس اللي شفناه برضو في الامثلة اللي فاتت يبقى ده مطابق للدار الكهربية بالزبط انما ممكن اعمل هنا الرسم السلامي مطابق لقيمة التعليمات زي ما حنشوف مع بعض ان شاء الله في خلال المثال ده بصوا كده معايا لقيمة التعليمات قيمة التعليمات 3 اعمدة زي ما اتفقنا مع بعض العنوان والتعليمات والموطيات العمود الاولاني 000 انا هدأ هنا مش انا قلت هحمل المفتحدة توالي مع المفتحدة اللي هو اس اس واحد واجس اتنين اللي هو ايز yıl واحد وايز رو مين اتنين وديهم خارج مؤقت اسمه ماركرز يبقى حمل ايزير واحد اند ايزير اتنين تساوي الماركرز اللي هو ايزروا ايhl امي زرو زيرو تمام طيب خلصت الخارج المؤقت ده مش خارج نهائي آخد الخط اللي بعده اصف اللي بعده يبقى حمل ايزيرو الثلاث AND I04 تساوي تخزين مؤقت تاني اسمه M01 برقم بقى هنا كان M00 هنا يبقى M0A1 ده الخط التاني بقى لدولة كلهم حاجة اسمهم M00 ودولة كلهم اللي هم عندك مفتاحين دولة M0A1 أخذ التلالة الاتنين التانيين حمل I05 AND I06 بتساوي M02 يبقى دولة بقى اسمهم M0A2 أصبح دولة مفتاح واحد اسمه M00 ودولة مفتاح واحد M01 ودولة مفتاح واحد M02 أرجع جمع أخذ للتلالة الدولة مع بعض بقى العلاقة هنا وبينهم توازن يبقى برجع و الحمل M00 OR M01 OR M02 هتساوي الخارج النهائي اللي أنا عندي اللي هو K0A1 يبقى أنا يا جماعة هنا باخد دول كلا وطلع تخزين مؤقت اللي هو X1 و X2 واخد تلاتة واربعة AND وطلع تخزين مؤقت اللي هو M0 كام واخد خمسة وستة وطلع تخزين مؤقت وارجع أخد التخزين بتاع التلات خطوط وطلع لخارج النهائي اللي هو اللي عندي طيب تعال بقى نشوف عندي الرسمة أو الرسم السلامي الخاص بالدائرة دي بصنا هنا رسم السلامي بقى أنا ببدأ أترجم نفس الكلام اللي أنا قلته مش أنا قلت حمل هدي خطة هو حمل حمل مين I01 قمت رسم المفتاح I01 AND أندي بقى على نفس الخط I02 قلت له يساوي بقى رحو أعمل قوس بس انت ها قلت لنا في الخطوة اللي فاتت يساوي مين يساوي خارج مؤقت اسمه M00 اسمه A M00 ومتعمل قوس وكاتب عليه M0A0 تمام يعني إحنا كده بصنا كده مع بعض ليه قيمة التعليمات اللي كتبناها في الخطوة اللي فاتت أنا قلت حمل I01 AND I02 تساوي M0A0 الخطوة اللي بعدها حمل جديد يبقى ده خط جديد ده خط إيه جديد I03 AND I04 بتساوي M00 تمام يبقى اهو الخط التاني I03 خلاص ده خط جمال فاصل اهو توالي مع I04 بتساوي اللي هو مين M0A M01 طالما ده خرج مؤقت بس أميه خرج بس أميه خرج بس أميه رمز بتاعه M0A1 لو رجعت تاني أخذ الخط التالت أشوف أرجع تاني لقيمة التعليمات تمام بصوا له الخطوة اللي هو خمسة دي A حمل I0 كام خمسة AND I06 اتنين توالي بتساوي خرج مؤقت اسمه M0 كام M02 يبقى بص كلا معاي حمل I05 توالي بقى على نفس الخط I06 بتساوي خرج مؤقت اللي هو ما بين قوسين اللي هو M0 كام A2 طيب انت لما جيت حملت بعد كده الخطوة برجع أخذ التلتة دولت اللي هو M0 0 M01 و M02 المفروض ان هم في الرسمة القربية بتاعتي يبقوا توازي أرجع أقول حمل من جديد يبقى خط جديد واحد يقول لي لا تب حمل من جديد M0 ايه 0 طيب وانت قلت هنا حمل وانت قلت حمل من جديد بعد كده لا ما قلتش حمل صحيح بس هلأ انا في الاخر انا بدأت الخط من الاول صحيح أهمت بس كلهم في الاخر الجمعوا بخارج واحد بخارج مين واحد انما لو حمل من جديد بخط جديد بتنتهي بخارج يبقى مفيش اي اتصال هنا تمام يبقى انا حمل M0 0 OR يبقى توازي على خط تاني M01 OR يبقى توازي على خط تالت M02 وجمعت كل دول مع بعض OR توازي أهمت بتساوي خارج قمتم عامل قوس اسمه الخارج Q0 A Q0 1 يبقى الخارج بتاع هنا Q0 1 انا ببدأ ااخد التلت مفاتيح مع بعض توازي خلاص اللي هما كانوا خارج مؤقت في الخطوة اللي قبل كده عشان يطلق الخارج النهائي اللي هو Q0 A Q0 1 تمام يبقى في الدايرة دي الرابط كان طلب معايا في البداية خالص الدايرة كهربية معايا محتاج ان انا استخدم خاصية المسجلات الخاصية دي يا جماعة ما ينفعش ان نستخدم يعني دائرة تحكم زي الدايرة الموجودة قدامنا على الشاشة دي ما ينفعش استخدم فيها ايه عملية الانتقال المباشر انا فيش واحد يقول لي حمل A0 1 AND A0 2 OR A0 3 AND A0 4 OR A0 5 AND A0 6 لا غلط ده انتقال مباشر بنعمله في حالة واحدة بس ببدأ لما يكون الطرف التاني ده مثلا او الفرع التاني ده فيه مفتاح واحد والفرع ده برضو فيه مفتاح ايه واحد والفرع الاولاني فيه مفتاحين فانا ببدأ بالخط اللي فيه مفتاحين او فيه مجموعة اللي هنسمعه حتى بالقوس بالاقواس تمام بحمل المفتاح ده AND المفتاح ده OR المفتاح ده OR المفتاح ده لما يكون هنا شرط مفتاح ايه واحد بس دي بستخدم هنا طريقة الانتقال المباشر ابدأ بالخط اللي فيه اكتر من مفتاح خلاص ثم بعمل انتقال مباشر لبقية المفتاح حسب وضع الدايرة اللي قدامي انما هنا الدايرة دي فيه هنا مفتاحين فيه هنا اتنين فيه هنا اتنين لازم استخدم اسلوب من اساليب البرمجة اللي هو اسلوب المسجلات او خاصية التخزين ماركرز طيب طيب هنشوف مثال تاني من الامثلة الموجودة عندي فيه الدايرة مثال اللي قدامنا قدامكم على الشاشة ده ده مثال برضه هو قد يبدو لك ان هو الموضوع اتبسط بس طبعا كل حاجة لها فكرتها ان هنا فيه مفتاحين اتنين توالي فيه هنا كمان مفتاحين قدامهم توالي المفتاح الاولاني اس واحد نورمال اوبن مفتاح التاني اس اتنين نورمال كلوز خلاص دولة توالي مع بعض والنحية التانية برضه اس تلاتة ده نورمال كلوز واس اربعة نورمال اوبن الاتنين اللي هو تلاتة واربعة دولة توالي والمفروض ان هم مع بعض توازن لا يجوز برضه يا جماعة نقول حمل اي زيرو واحد خلاص مباشرة هنا طالما دول مفتاحين يبقى لازم استخدم اسلوب المسجلات او اسلوب تاني هناخده فيما بعد اسمه اسلوب المسجلات الجماعية ان شاء الله في حلقات لاحقة هو طالب ايه بيقول لي في الرسم السلكي الموضح لدائرة مصار طيار كهربي تشتمل على اربع مداخل وخارج المطلوب باستخدام خاصية المسجلات دايما اقرأ المسألة كده يا جماعة واشوف هو عايز استخدم خاصية مين لانه ممكن نفس المسألة دي كده احلها بطريقة تانية باسلوب تاني تسمى المسجلات الجماعية اذا لازم ادور على ده لو انا لقيته راجب في الامتحان او في اي مسألة من المسائل موش كاتب لخاصية التخزين ولا كاتب خاصية المسجلات وجايب لي رسمة لازم غصبا عني ان انا اشتغل فيها برمجة او مسجلات او مسجلات الجماعية عشان امسك العصام النص ممكن اعمل الرسمتين لاثنين اعمل مرة بالمسجلات مرة بالمسجلات الجماعية اذا هو مفترض انه يحدد لي في رأس المسألة انت عايزها باني الاسلوب بالزبط يبقى انت نهاردة باستخدام خاصية مين المسجلات عايز اي بقى عايز البرنامج المنطق وانه يجبها باكتر من اسلوب البرنامج المنطق هو قيمة التعليمات هو مين قيمة التعليمات او جدوى للتعليمات عايز المخطط السلامي او الرسم السلامي وده هنا بسمون وده خلاص تعرفنا عليه في الامثلة اللي فات عايز كمان الرمز المنطقي خلاص الرمز المنطقي هنا بقى دي جديد معنا في بعض الرموز في المسجلات حنوضح برزوز زي نرسم الرمز المنطقي لدائر التحكم اللي قدامنا دي كالعادة احنا اتفقنا مع بعض قبل ما ابدأ اي دائرة او ابدأ انفذ اي مطاليب من المطاليب اللي هو راجل عاملها في الحل لازم افرض الفروض ايه بتاعت يبقى انا اول خطو عندي هاقوم افرض بفرض ان اس واحد هو اي زيرو يا جماعة اي زيرو واحد واس اتنين اي زيرو اتنين واس تلاتة اي زيرو ايه تلاتة واس اربعة اي زيرو مين اربعة طب ده بالنسبة للدخل بالنسبة لمن الدخل طب والخارج عندك خارج واحد اللي هو كواحد يبقى هنا بفرض ان كواحد بتساوي كيو زيرو ايه كيو زيرو واحد تمام دايما في كل الخطوات بتاعت في المسألة كده اذا لم يذكر انما الخطوة دي امتى ما عملهاش لو هو الراجل جايب لي على رسمة كهربية وكاتب لي الرموز بتاعتك ان هو كاتب على دية اي زيرو واحد وكاتب على دية اي زيرو اتنين وكاتب على دية اي زيرو تلاتة وكاتب على دية اي زيرو ربعة انا مش محتاج اعمل الخطوة دي تاني خلاص لان الخطوة دي انت بتفرض بس رموز الكهربية بتفرضها برموز كهربية طب هو مدهني برموز برمجية خلاص مش محتاج ان انا استخدمها او حولها رموز كهربية طيب تعالوا نشوف فقا قيمة التعليمات عندي قلت لكم دايما في خطوة المسجلات انا بشتغل وبشتغل ببدأ بقيمة التعليمات طيب اول حاجة في العنوان بقول زيرو 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 هاخد خط جديد حمل او لود لود مين المفتاح الاولاني اللي هو مين اي زيرو واحد اي زيرو ايه واحد هو علاقته ايه مع التاني توالي تمام توالي قلنا يعني اند بس المفتاح التاني ما فترحه على منفي خلاص منفي المغلق ده بنوعلي منفي طب المفتاح ده منفي فقول اند نوت اقول اند ايه اند نوت يبقى اول حاجة اقول لود اي زيرو واحد اند نوت اي زيرو مين اتنين بتساوي خارج مؤقت ام زيرو زيرو يبقى بتساوي ام اي زيرو زيرو هو على الشاشة هو قدامك حمل i01 and not i02 تساوي m0a m00 طب الخط الثاني برضو هاخده وعمله عملية تخزين مؤقت برضو هبدأ load بس المفتاح ده منفي ولا مفتوح لا منفي يعني مفتاح مغلق فقول لنا load not load a not يبقى حمل not حمل not مين i03 طب علاقته ايه مع اربعة توالي وتوالي يعني and يبقى and i04 بيسوي تخزين مؤقت اللي هو m0k m01 طيب التخزين المؤقت بقى برجع اخد الاتنين مع بعض ارجع اخد الاتنين ايه مع بعض هرجع اقولي بقى حمل m00 علاقته ايه مع m01 علاقته توازي يعني or يبقى or m0k or m01 بتسوي الخارج النهائي اللي هو q0k q01 بقى لما نجي نشتغل ونبص انت حملت هنا الخارجين المؤقت اللي هو m00 و m01 خلاص مع بعض or عشان يديك الخارج الناتج بتاعي له q0kam q01 ازاي اعمل الرسم السلمي بتاعي بالمطابق للشغل ده انت قلتلي في اول خطوة هناك بتقوليه load load mean ادي خطة او load mean i01 ادي i01 كان normal open ولا close كان open طيب and not and mean not يبقى على نفس الخط تمام اعمل مفتاح تاني اللي هو i02 وطالما منفي اعمل في الشرطة الميلة دي كده خلاص بشرطة الميلة بدل ان المفتاح بتاعي منفي طيب تساوي قلتوا يساوي في البرنامج تساوي يعني برجع معها الخطوات بص معين انت قلت ايه يساوي يساوي بقى لازم تطلع خارج طلع خارجي بقى في صورة قوس واسم الخارج م00 خلاص يبقى الخارجي بتاعي M00 قلتوا يساوي وامتوا بتعمل قوس بتاعي اللي هو M0A0 طيب الخط اللي بعدك قلت للود تاني من جديد لود من جديد يبقى ده خط جديد خط ايه جديد طيب الخط جديد ده بينته في الاخر بمركرز جديد او بتخزين مؤقت جديد فعشان كده عملته خط منفاصل يبقى لود لود من i03 متلسم مفتاح i03 بس i03 ده منفي ما هو مغلق وامتوا عمل في الشرطة الايه بالميلة اللي قدامنا دي تمام طيب الشرطة الميلة اللي قدامنا ديت فانا فيت المفتاح معايا خلاص وامتوا قلت هنا توالي توالي بيبقى مع المفتاح التاني اللي هو S كام S4 هدي مفتاح S4 ده نورمال اوب المفتوح خلاص قلتلي بتساوي M01 هدي بتساوي M0A1 خلاص خارجي تاني هناك لو رجعنا تاني قايمة التعليمات هبص انت قلتلي حمل M00 OR M0 كام واحد تساوي الخارج Q0A1 تمام طيب يبقى M00 OR M01 بتساوي Q00 لو بصنا في الرسم السلم هوا عملت M00 توازي مع M01 كام مفتاح دايما الماركرز لما اجا استخدمها كدخل بعملها مفتاح نورمال اوبن يعني الحاجات دي ما بيقاش فيها حاجة منفية إلا لو هو مدهاني في دايرة من دوار التحكم اللي عندي طيب اجمحوا مع بعض OR وهو مطلع الخارج بتاعي النهائي اللي هو اسمه الخارجي ايه Q01 طيب لما نيجي نبص بقى عندي للرمز المنطقي الرمز المنطقي انت قلتلي حمل قمت بحمل المفتاح خلي بالك ورموزه لما رمز المنطقي ممكن ارسمه افق وممكن ارسمه رأس يعني الامثلة اللي فاتتك خلقهم رسمينه بشكل ايه رأس هنا ممكن ارسمه افق مفيش مشكلة حسب المساحة اللي موجودة معك في الصفحة والشغل اللي عندك طيب S1 هنا S1 ديت دي المفتاح S1 هو بقى لكينا انت قلتلي ايه AND انت قمت لسمه مستطيل وكاتب فيه علامة AND AND مين المفتاح S2 بس S2 منف وامتكاتب S2 وعمل دينا منفرغة ده عشان عمله ايه منف قلتلي ساوي وانتو مطلع خارج والخارج قلتلي اسمه ايه M00 وامتكاتب عليه M00 رجاءت قلتلي حمل تاني نط I03 هو 34 وبيساوي M01 هم دوروا استخدمتهم قبل كده يا جماعة ما استخدمتهمش قبل كده فممكن ارسمها بجوارها بنفس المستوى كده يبقى حمل A03 وده مفتاح منفي قلتلي AND يبقى بيرسم رمز المنطقة بتاع بوابة AND تمام؟ ارسم رمز المنطقة بتاع بوابة مين AND وبعد كده قلت AND مين S4 قلت رسم مفتاح S4 قلتلي بيساوي M00 يبقى بتساوي M01 بتساوي M01 او متطلع خارج وسميت M01 لما رجعت انت حملت تاني M00 OR ومتعمل رسم بوابة مين بقى OR تحتهم لان M00 وM01 استخدمه قبل كده يبقى برسمها بعدهم يبقى برسم البوابة هي بوابة OR اكبر من يوسا واحد وهم اخذ بقى البوابة دي كان الدخل بتاع مين حمل M00 ومتواخد M00 كدخل له OR M01 هادي M01 1 دخل عشان يديني الخارج انه اللي هو K0 كام K01 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 طيب احنا كده في خلال الجزئية بتاعتنا اتعرفنا النهاردة على الدوائر المركبة اللي هي مستخدمة معايا والدوائر المركبة يا جماعة بتعتبر ممكن يكون عندي دائرة كهربية مكونة من مجموعة مسارات المسارات المتوصلة مع بعضها توالي او توازي والمسارات الموجودة معايا دي مفاهم مفاتيح المفاتيح دي يا اما normal open يا اما normal close المفاتيح دي يا جماعة ممكن تغزي خارج واحد او تغزي خروج متعددة وتعرفنا وخدنا بعض التمارين والامثلة عليها وبعد كده اتكلمنا على اسلوب من اساليب البرمجة هو اسلوب المسجلات ماركرز او خاصية التخزين ماركرز والخاصية دي انا باستخدمها في عملية التخزين المؤقت او الدائم للبيانات والمعلومات والتخزين المؤقت للدائم للبيانات والمعلومات اللي ممكن اعدل فيها عن طريق ان احطها في زاكرة الرام او معدلش فيها عن طريق ان تحط في زاكرة من زاكرات الروم الموجودة معايا طيب الدوائر دي في بعض الاساليب اللي بنستخدمها فيها أساليب التخزين المقاقط إن أنا بعمل عملية تصفية لأي معادلة أو أي دايرة قدامي كيف في الآخر إن في الآخر تتجمع فيما في M & أو تبقى & or وإن شاء الله بأمر الله حنتعرف على أساليب جديدة من أساليب البرمجة اللي هي موجودة معنا في حلقات لاحق إن شاء الله بأمر الله وإن شاء الله انتظرونا في حلقة من الحلقات القادمة بأمر الله في برنامجكم إن شاء الله بأمر الله في موضوع جديد من موضوعات التحكم المنطقي القابل برمجة خاص بتخصص التبريد وتكييف الهواء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته